ضيف اليوم يبدو أن موضوعك التركي كان يعربسني قليلا لكن لبأس أرحب بضيفة مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم السيدة نجيب الحمروني نقيبة الصحفيين في تونس أهلا بك مجددا أهلا وسهلا بك شكرا على استيبار حمروني منذ الثورة التونسية والإعلام التونسي دخل في مرحلة مخاض وتحولات كبيرة فبعد الثورة ولدت أمال ومعها وسائل إعلام جديدة بثت روحا من الحرية في الخضراء تونس بداية غير أن رياح الحرية التي هبت سرعانا منقلبت إلى عكسها الصحفيون في تونس اليوم يتعرضون لشتى أنواع المضايقات برز ذلك واضحا خصوصا في ظل ما كشفته الصحافة من خيوط فيما يتعلق بمقتل السيد محمد البرعامي كيف تصفين وضع الصحافة في تونس اليوم في تونس اليوم نحن كصحفيين أحرار في أن نكتب ما نريد ليست هناك خطوط حمراء ولكن هناك العمل بجدية من قبل الحكومة على وضع خطوط حمراء جديدة أمام الإعلام التونسي وأمام الصحافة التونسية لذلك نحن بدأنا منذ مدة منذ أشهر في تصادم كبير وفي صراع مع حكومة ترويكا لأنها من خلال مؤشرة عديدة تريد الهيمنة على قطع الإعلام وتريد أن تعيدنا إلى مربع الدعاية والإعلام الحكومي الذي يجمل صورة الحكومة ويغطي عن فشلها ولكن استضمت هذه الحكومة مع سمود الصحفيين ورغبتهم في عدم التسليم بهذه عدم التنازل عن هذه الحرية وخاصة في إصرار الصحفي التونسي على لعب دوره الرقابي الآن إلى جانب دوره الإخباري فهذا الصراع بين إصرار من الصحفيين على لعب دورهم كسلطة رابعة وبين حكومة تسعى إلى وضع يدها على قطع الإعلام نحن في هذا الصراع الآن وأنتم نجيب الحمروني نظمتم لأجل ذلك مجموعة من الوقفات أيضاً الإضربات في هذا الإطار وتطالبون منذ مدة طويلة بتفعيل المرسوم رقم 115 المنظم لحرية الطباعة والنشر والصحافة أيضاً الحكومة المؤقتة لم تستجب لمطالبكم ويبدو أن بطاقة الصحفيين المحترفين لم يتم تجديدها لكم منذ عام نعم نحن إلى حد الآن نشتغل ببطاقة سنة 2012 وهذا غريب جداً وفضيحة لحكومة الترويكا باعتبار أنه المرسومة 15 أو مجلة الصحفة والتباع والنشر في فصلها الثامنة تنص على لجنة مستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف حتى نقطع مع ممارسات النظام السابق الذي كان يعطي بطاقة الصحفي المحترف لغير الصحفيين وللبوليس السياسي وخاصة للعائلة ليلى بن علي لذلك تفادياً مع هذه التصرفات وقطعاً مع هذه الممارسات نص القانون الجديد المرسوم 15 على لجنة مستقلة ولكن في مفاوضاتنا مع الحكومة تسر على أن تكون جزءاً من هذه اللجنة المستقلة وكيف تكون لجنة مستقلة وعضو من السلطة التنفيذية يمثل الحكومة في هذه البطاقة وهذا ما يفسر أنه المشكلة لا يتعلق بالفصل الثمانية فقط بل بكل المرسوم 15 الذي ينص على أن دور المساجة تكون دور العبادة فقط والذي ينص على أحكام غير سالبة للحرية فيما يتعلق بكل قضايا الرأي والنشر والصحفة والتباع ولكن الحكومة ترفض تطبيق القانون مما اضطرنا إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإجبار الحكومة على تطبيق القانون نددتم نجيبة حمروني بصفاتكم نقيبة الصحفيين في تونس بالتعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية أو الرسمية هل يمكن أن نقارن ما حصل على هذا الصعيد في تونس بما حصل في مصر أيام الإخوان حين عمدوا إلى تعيين رؤساء تحرير ومسؤولين في الصحف الرسمية من لون واحد لون اجتماعي أو حزبي واحد؟ نعم هو تنظيم الأخوان هو تنظيم دولي وتتكرر معناها تصرفات وممارسات في كل الدول التي تصل فيها الأحزاب الإسلامية إلى الحكم في تونس مثل ما هو شأن في مصر نحن في تونس نعاني منذ ما فترة ومنذ حكومة الجبالي من تعيينات حسب الولاءات الحزبية والسياسية وهو ما عرضناه ووصلنا إلى حد الإضراب العام رفضاً لهذه التعيينات ورفض كذلك إضراب عام في الإذاعة التونسية بكل فرعها لماذا؟ لأننا نرفض تعيين أشخاص على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية من الأحزاب السياسية أو لهم ولاية مع أحزاب سياسية وخاصة أحزاب ترويكا ونحن نطالب بمعايير دولية ومقييس يتم اعتمادها في مختلف الدول الديمقراطية وأساسها الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة بقي لنا تقريباً خمسون ثانية نجيبة حمروني لابد من التطرق لملف الصحف التونسي المحتجز في قطر محمود بنواء بوناب كونك ترأسين اللجنة الوطنية للدفاع عنه ماذا عنه بإجاز؟ باختصار زميل محمود بوناب هو مظلوم واقتعرض لمظلمة ومظلمة تسر سلطات القطرية على احتجازه رغم تبرئته من قبل دائرة المحاسبات ونحن سنواصل عملنا وسنواصل احتجاجاتنا دبلوماسياً ونقبياً حتى يتم الإفراج عن زميلنا محمود بوناب في القريب إن شاء الله نأمل أن يتم ذلك قريباً شكراً سيدة نجيبة حمروني نقيبة الصحفيين في تونس شكراً على حضورك مباشرةً إلى استوديوهاتنا استوديوهات مونتي كارلو الدولية في حضورك مونتي كارلو الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة